وعليكم ورحمة الله ازايكم متابعين المحترمين عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير قبل ما نبدأ اخبارنا نصلي على رسولنا عليه افضل الصلاة والسلام معي اخبار عن الفنان حسين فهمي واخر تطورات الحالة الصحية ليه بعد نقلانه للمرة الثانية للأسف للمستشفى الامراض النفسية ومعي اخبار عن الاعلامي على لسان الاعلامي عمر اديب عن حالة الاعلامي واقل ابراشي وبصراحة حالته للأسف مؤسفة جدا لكل محبي هنشوف اخبارنا ونصلي تاني على رسولنا حسين فهمي طبعا كلنا عارفين حالة الانهيار الشديدة جدا اللي اصيب بيها الفنان حسين فهمي بعد وفاة يوسف شعبان وكانت حالته الى حد ما استقرت وكان رجع علشان يكمل مشاهد تصوير فيلمه الفارس مع احمد زهر ولكن على حوار جانيبي اثناء تصوير المسلسل طلع وقال انا بعاني من شوية مشاكل نفسية وبعيد عن ان المشاكل دات بسبب رحيل بعض الفنانين اللي كانوا بيحزوا علي ولكن انا في حياتي مأساة شديدة جدا وهي الفترة اللي اتجاوز فيها السيدة اللي كانت كفيفة اللي كان طبعا المفروض ان زي ما الشيع يعني انا عايز اوصلها لحضراتكم ان الخبر ده والشيع وكمان كان على لسانه في فترة طويلة انه اخد منها الفلوس بتاعتها وانها رفعت قضية وهي كانت كفيفة وكان والدها ما شاء الله ملياردير يعني عندهم فلوس كتير وكلام من ده الله اعلم اذا كان استردت يعني هي استردت فلوسها او لا بس هو حاسس بمأساة شديدة جدا من جوازته دي الله اعلم نيته فيها ايه هو ده كان وصيته انها دايما تسمحه وانها تتمنى انه يتمنى انها تسمحه على طول انا شايفة ان هو لو كان اخد منها حاجة ومرجعهاش ممكن يرجعها لها بكل بساطة ولو هو حاسس ان هي المفروض تسمحه ممكن يطلب منها السماح على فكرة ما فيهاش اي مشكل حالته دلوقتي للأسف اتنقل تاني هو مش معنى انه في مستشفى نفسية او بتعالج عند طبيب نفسي انه هو مجنون بالعكس عادي معظم الفنانين والمشاهير وناس كتير بتعالجوا عند دكاترة نفسين هو بمر بحالة اكتئاب شديدة نفسيا ومعنويا متضهور جدا لم يستكمل تصوير مشاهده في الفيلم بتاع الفارس وان شاء الله لما يخف ويرجع تاني هيكمل المشاهد بتاعته وده على لسان اخوه اللي اطلع وصرح وطلب الدعاء لحسين فهمي وقال ان شاء الله هيرجع اقوى من الاول نتمنى ليه شفاء العاجل هو واي حد تعبان باذن الله وندخل بقى على حالة الاعلامي والابراشي وبعد حالة الجدل وبعد سبعين يوم في المستشفى والابراشي يتعرض لوعقة صحية خطيرة جدا يعني الاطباء وصفوها انه هو بدل عدل ازمة ديه يبقى تكتاب له عمر جديد واكد المصر اليوم ان حالة الابراشي بدأت تستكر ولكن للأسف مش بالحب اللي الاطباء محتاجينه وخصوصا ان مسحة كورونا ظهرت شفاءه من الفيروس تماما لكنه هو بعاني من مضاعفات يعني مخليها يفضل في المستشفى اكتر من السبعين يوم واضاف المصدر ان واقل الابراشي دلوقتي حالته صعبة جدا وحالته متدهورة لانه بس دلوقتي بعاني من نسبة تلايف كبيرة جدا في الرئة قبل ان يعني تتحسن حالته المفروض يتعمله كمان مسحة الاول عشان يشوفه حالته ايه هو دلوقتي تحت اشراف كبار الاطباء داخل وخارج المستشفى عمر قديب طلع وحاول يطمن الناس على حالة واقل الابراشي ولكن يا جماعة هو بس حاول يطمن الناس لكن حالة الاعلامي واقل الابراشي غير مستقرة بالمرة في انباء ان هو خلال ساعات قادمة هيسافر برا مصر عشان يكمل العلاج بتاعه او يشوفوا ايه الحل في سر تأخر شفائه شفائه على الرغم ان الاعمار بيد الله يعني هم مش هيعجلوا بشفائه او هيعجلوا بوفاته اي هو هيعجلوا باي حاجة كل حاجة مكتوبة كورونا التهم جزء كبير جدا من الرئة ولم يتبقى الا مساحات صغيرة جدا للتنفس وقال كمان المصدر ان هو محتاج لدعواتكم الفترة دي اكتر من اي فترة فاتت وده على لسان زوجته اللي طلعت في الصفحة وقالت محبين واقل الابراشي كثيرين لو سمحتم ادعوله كتير جدا لانه في امست الحاجة للدعاء في الفترة دي حالته النفسية بامانة يعني يا جماعة متدهورة جدا ده من احد الافراد الموجودة معاه في المستشفى قالوا حالته النفسية سيئة جدا وده ماخر شفاءه من قسرة قعدته في المستشفى هو نفسه لما الاطباء قالوا له شوية وهتخرج من المستشفى قال انا معينتش خارج من المستشفى بجد هو قال كده انا هفضل موجود في المستشفى خلاص معينتش هخرج منه انا ما بقيتش نفسيا حابب الخروج ولا حابب الحياة ولا حابب ان انا حتى اطلع على الشاشة مرة اخرى وده بيدل على ان حالته النفسية سيئة اهم حاجة الحالة النفسية في اي مرض في الدنيا ربنا يكمل شفاء على خير ياريت كلنا ندعي له بالشفاء سواء بتحبه او ما بتحبوش في المرض ولا في شماتة ولا في غير ان احنا ندعي لمرضانا جميعا بشكركم جدا سلام عليكم ورحمة الله